بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض دلوقتي الجزء الثالث من الفصل الرابع لمقرر نظم التشغيل وفي الجزء ده جماعة هنتكلم عن موضوع مهم اللي هو البرمبتف والنون برمبتف سكيدولينج أو الجدولة بطريقة البرمبتف والنون برمبتف الأول نعرف يعني كلمة برمبتف برمبتف معناها إيه خروج إجباري طيب نن برمبتف لا أستطيع التعامل مع البروسيس وأكبرها بالخروج طيب نشوف بالتفاصيل برضو مع بعض يلا مع بعض بنتكلم بنقول إيه بقى جماعة برمبتف ونون برمبتف سكيدولينج إحنا فهمنا عن إيه كلمة سكيدولينج قبل كده وقلنا سكيدولينج معناها جدولة وكلمة جدولة كيفية ترتيب البروسيس عشان تدخل تخدم من قبل مينة جماعة من قبل السبيل معايا تماما في نوعين دلوقتي من الجدول عندي برمبتف قلنا يعني إيه كلمة برمبتف يعني إجبار يعني أجبر البروسيس على الخروج وليس لها حق إيه إنها تجلس وإيه وتعمل مع CPU ونون برمبتف ليس ليه حق إيه هه الخروج أو إجبارها عنها تخرج معايا جماعة طبعا أنا بتكلم بالسان حال مين بالسان حال إيه هه فعلا الوبراتنج سيستم الوبراتنج سيستم هو إيه هه عنده القدرة على إنه يخليها تعود أو يجبرها على الخروج جميل طيب تعال نشوف مع بعض دورة حياة البروسيس ونفتكرها سابقا مع بعض خلي بالك أنت قدامك دورة حياة البروسيس قدامنا هو في الشكل قدامنا دي مش كده إحنا خدناها قبل كده وقلنا إن إيه هه أثناء حياة البروسيس بتمر بعدد من المراحل مش كده اه نيو هه ريدي راننج ويتنج ترمينيتد مش كده اه وممكن تاخد مرحلة من المراحل دي أو تاخد اتنين مع بعض أو يحصل لها ايه اه يحصل لها ريدي راننج وتنتيها على طول مش كده اه تعالوا بقى إنه نتكلم مع بعض ونصنف شوية الجدولة دي بمعنى ايه بمعنى انت خلي بالك لو حصل سويتشز يعني ايه يعني لو تنقلت البروسيس من الراننج ستايت للويتنج ستايت يبقى مثلا على ساب المثال بتعمل انبوت او بوت ريكوست معايا طيب وبيقولك خلي بالك برضو يعني ممكن يحصل سويتشنج ما بين مين هه ما بين الراننج ستايت للريدي ستايت في الحالة دي ممكن على ساب المثال يكون حصل انترابت او انتهت يبقى انترابت او 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 كيرز طيب ايه كمان بقولك خلي بالك لو حصل انتقل البروسيس من الويتنج ستايت للريدي ستايت يبقى البروسيس دي هتحصل لها كومبليشن للانبوت الاو بوت بتاعها ده مثالي جميل طيب اخر حاجة احتفقنا اللي هي ايه ترميناتد مش كده او انتهاء او ترميناتس لما البروسيس بيحصلها ترميناتس يبقى اذا ترميناتس معنى ايه او انتهاء جميل طيب بيقولوا ايه بقى في الحتة دي بيقولوا ايه بيقولوا خلي بقى لك بقى حضرتك احنا عندنا اربع حالات او الانتقال من الراننج للويتنج الانتقال من الراننج الريدي رقم اثنين الانتقال من الويتنج الريدي او حصول ايه انتهاء لها مش كده جميل بيقولك لاحظ بقى ان في الحالة رقم واحد وفي الحالة رقم اربع الحالتين دول ممكن نقول عليهم ايه نقول عليهم نان برمبتف نان برمبتف يعني ايه يعني جدولة غير اجبارية يعني لا استطيع اكبر البروسيس في الحالتين دول على الخروج من ايه من عند السيبيو خلاص لابد ان انا انتظر لغات ما ينتنهي شغلتها معلين هقول تاني الحالة رقم واحد والحالة رقم اربع ايه لا اجبارية ما اقدرش اجبر البروسيس على الخروج من ايه من عند السيبيو طيب الحالتين رقم اثنين وثلاثة بنطلق عليهم كلمة برمبتف يعني ايه بقى برمبتف يعني ايه يعني في الحالتين دول يمكن اجبار البروسيس على الخروج من عند السيبيو وننهي عملها ممكن تنتظرنا شوية من الوقت ممكن تنتظر شوية لكن استطيع في الحالتين دول اجبارها على الخروج تمام طيب نقول برضو ايه الكلمتين دول مع بعض تاني هقول لك سكيدولينج الجدولة under الكنديشن اللي هو الاولين one and four is non برمبتف لا اجبار معايه طيب وايه كمان بيقولك ايه بقيت السكيدولينج or other scheduling is برمبتف اجبار وكلمة اجبار معناها فرصة اجوار to give up the CPU لانه هتخلى عن السيبيو طبعا مين اللي هتخلى عن السيبيو؟ البروسيس مش كده زي ما اتفقنا مع بعض لو حصل طايم قاوت انتهاء للوقت او في هاير برويورتي بروسيس جات بروسيس ذات اولوية عالية جات عشان ايه تشتغل اقدر في الحالتين دول اجبر البروسيس اللي موجود عند السيبيو وولا اتفضل يا بروسيس اللي اسمك مثلا بي وان اخرجي من عند السيبيو في بروسيس تانية جاية مكانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته